اشتركوا في القناة في مدينة 6 اكتوبر ووقف لتلقي العذاة كل من احمد فاروق الفشاوي وعمر فاروق الفشاوي وعماد رشاد ويتوافد النجوم لتقديم واجب العذاة لأسرة الفنان الراحل وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العذاة لأسرة الفشاوي ومنهم الفنانة لبلبة التي لم تتمالك دموعها واجهشت بالبكاء أثناء تقديمها العذاة بدأ منذ قليل الفنان احمد الفشاوي تلقي واجب العذاة في والده الراحل فاروق الفشاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقاق الأولى منهم الفنان أحمد السقا والفنان حسن الرداد والفنان إلهام شهين وفيفا عبده وأهالة ثرحان وعماد رشاد وأشرف زكي وأحمد بدير وفتوح أحمد ويسري نصر الله وأشرف عبد الغفور والمخرج محمد العادل وهناك غياب ألافت لعادل إمام عن عذاة فاروق الفشاوي وأكد مصدر مقرب من الفنان عادل إمام أنه يعاني من بعض المشكلات الصحية لذا اكتفى بتقديم واجب العذاة لأحمد الفشاوي عبر الهاتف وهو ما فعله أيضا مع الفنان يسرى إذا لم يتمكن من حضور عذاة والدتها وقدم لها العذاة عبر الهاتف وكان عادل إمام قد قدم واجب العذاة في الفنان عزة أبو عود إذا كان من أوائل الحضور إلى العذاة الذي يقيم أول الشهر الجاري يشار إلى أن فاروق الفشاوي رحل عن علمنا الخميس 25 يوريو بعدما عنا مع المرض والآن نترككم مع صور العذاة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر